طبعا المؤمن الموحد يحفظونه لكن المخرف يقول هامك المهموك هاي يقول لك فلان جن فلان هبل احنا عادي خمسين عاما عادي سبعين عام قريب نقرأ في القرآن ونصلي وما عمري ما اتعرضت لهذه الأمور ولا اتعرض لها أهلي ذني ولله عاشيرتي ولله ولكن الناس اللي قلة الدين اللي قلة الوازع الإيماني يصدقون المشعوذين والصحراء ويذهبون إليهم ويعطونهم الأموال ويضحكون عليهم يأخذون أموالهم ويضحكون عليهم لهذا نسأل الله السلام لإخواننا وهناو عشيرتنا وجميع المسلمين لا يحفظنا من هذه الآفات ومن هذه السلوكيات الشركية التي لا ينفعوا معها عمل إن مات صاحبها إن لم يتب لا ينفعه عمل صالح عمله في حياته لأن الذي لم يأتي الله بالتوحيد لا يقبل الله منه أي عمل كان ومن أتى الله بالتوحيد الخالص ولو قل عمله الصالح يقبله ربي سبحانه وتعالى ويرتضيه ويدخله الجنة لي خمس وأربعون سنة أقدمية خمسة وربعين عام ونفوق هذا الكرسي والمنبر وعاهدت الله أني عند عندك فيها لأنني مصجلة عندك ألا أتخلى عن ممباري ومحرابي أي لا يعني كما قلنا بقال الشيخ قاله الشيخ خاصي بباكر يقول له الثاني من صحتي كما يعنيك ولا لي عاودي من العلف ظالة كي يرجع العاودي من العلف ظالة أبقوا على خير